السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمني والبركات ومع نجدد التحية عبر حلقات ملتقى الفكر الإسلامي قيمة إنسانية كبيرة حثت عليها الأديان السماوية في وصاياها العشر توراة وإنجيلا وقرآن تمثل هذه القيمة نوعا من أنواع استقامة المجتمعات على أسس صحيحة وسليمة قيمة الإخلاص هي القيمة التي أمرتنا بها الشريعة الإسلامية الغراء وسنة نبينا العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام الشاعر العربي قديما قال شيئان في بلدي خيب أملي الصدق في القول والإخلاص في العمل حتى الشعراء كانت لهم هذه النية في استقامة المجتمعات عن طريق تأكيد قيمة أن الإخلاص نوع من أنواع القرب إلى الله رب العالمين في هذه الحلقة من حلقات ملتقى الفكر الإسلامي يسعدنا أن نرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور حسن القصبي وكيل كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف أهلا يا أستاذنا وسعداء بوجود حضرتك معنا ونرحب بفضيلة العالم فضيلة الشيخ عبد الخالق صلاح إمام وخطيب جامع الفتح ومن علماء وزارة الأوقاف أهلا وسهلا سعداء بوجود فضلتك معنا والكلمة الآن لفضيلة الأستاذ الدكتور حسن القصبي فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رب اشرح لي صدري ويسل لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي إن المتأمل في الشريعة الغراء يجد أنها بيّنت لنا أسس قبول الأعمال عند الله عز وجل فكل منا يعمل وكل منا يتكلم فما الأساس الذي يبنى عليه قبول الأعمال وقبول الأقوال الله عز وجل جعل لنا قانونا والقوانين هي السنن التي سنها الله عز وجل لنا في القرآن الكريم وفي سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من هذه السنن لابد أن يكون في الأعمال إخلاص لله عز وجل هذه القيمة الرائعة السامية التي تفصل بين من يعمل أعماله عادة ومن يعمل أعماله عبادة لذلك اهتم الأئمة في كتبهم في شروحهم ببيان هذه المنزلة العظيمة ومن يعمل أصل الله عز وجل نجد أن الإمام البخاري رحمه الله عز وجل عندما افتتح كتابه الصحيح بيّن لنا هذا المعنى من خلال افتتاحه بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أراد الإمام البخاري رحمه الله عز وجل بهذا الافتتاح أن يبين أن مضار الأعمال وقبول الأعمال للإخلاص لله عز وجل فلا يقبل عمل بدون إخلاص ونحن في شهر كريم مبارك في هذا الملتقى الفكري الرائع نقول لابد أن يكون لنا نية في كل حركة وسكنة لأن الله عز وجل قال لنا في القرآن الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فلابد أن يكون في الصيام نية وفي الصلاة نية وفي الزكاة نية وفي حجك وفي عمرتك وفي إنفاقك على بيتك في كل العبادات لا بد من نية وفي كل المعاملات لا بد من نية في كل حركة وسكنة يقوم بها الإنسان رأينا ذلك جليا وأصد الإخلاص على الأعمال في إتقان هذه الأعمال فمن كان عنده إخلاص في عمله نجد أنه يقوم بهذا العمل على أكمل وجل لا يفرط على الإطلاق في حق من الحقوق نجد دائماً ما يقوم بالواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليه فمن أخلص في الرعية التي رعاها الله إياه فإنه يحسن إلى ذوجته ويحسن تربية أبنائه ويحسن في عمله ويحسن في علاقاته ويحسن في صلة أرحامه ويحسن مع جيرانه ويحسن حتى مع الجمادات التي سخرها الله عز وجل لنا ومع الحيوانات التي جعلها الله عز وجل متاعًا لنا المخلص دائماً يراقب الله عز وجل في كل حركةٍ وسكنة لأن الإخلاص هو السبيل إلى الإحسان عندما عرف جبريل في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا المعنى الجليل في أنك تفعل الأفعال كأنك ترى الله عز وجل هذا يوصلك إلى إخلاصٍ كامل في عملك إخلاصٍ كامل في قولك تتحرَّ كل عمل تتحرَّ كل قول فلا تنطق إلا بحسابٍ هل هذا الكلام الذي أتكلم به سيضعوه الله عز وجل في ميزان الحسنات أم في ميزان السيئات هذا العمل الذي أقوم به هل سيكتب في ميزان الحسنات أم سيكتب في ميزان السيئات هذا يأخذ بنا إلى أنه ينبغي على الإنسان أن لا يقدم على عملٍ أفض بقولٍ إلا لا بد أن يعلم حكم هذا العمل وحكم هذا القول لأن معرفة الأحكام قبل الأعمال هي التي تجعل وقايا وحفظ من أنك تقدم على عملٍ فلا تحصل منه على ثوابٍ وإنما قد تحاسب عليه الإخلاص هو الذي يحرِّك الإنسان إلى كل فضيلة ويمنعه عن كل رزيلة الإخلاص هو الذي يرفع الحياء عند الإنسان يستحي من الله عز وجل أن يراه في مكانٍ نهاه الله عنه أو أن يفتقده في مكانٍ أمره الله عز وجل به الإخلاص هو الذي يجعلك تقوم بإتقان عملك الإخلاص هو الذي يجعلك تقوم باحترام العهد ولا تقدر الإخلاص هو الذي يجعلك لا تختاب ولا تؤذي أحداً على الإطلاق الإخلاص في الأعمال يدفعك إلى أن تعطي كل ذي حقٍ حقه ولا تمنع صاحب حق من أن يأخذ حقه منك فإن كان هناك شبهة فإنك تتعامل مع الشبهات كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في مسألةٍ قد تختلف فيها المعايير علمنا في حديثه الصحيح إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ماذا تفعل عند الأمور المشتبهات؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه لابد أن نعلم أن معيار الإخلاص هو الذي يفرق بين العادة والعبادة بمعنى الأصل في المسلم أن يحول العادات إلى عبادات الله يقول لنا في القرآن الكريم قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لابد أن أحول بنية العادات إلى العبادات لكن احذر أن تتحول العبادات إلى عادات كيف تتحول العبادات إلى عادات؟ هل يُعقل أن تتحول العبادات إلى عادات؟ ما هو الميزان الذي أزم به؟ عبادتي هذه هل هي عادة أم عبادة؟ صلاتي، صيامي، زكاتي ما هو الميزان الذي أزم به؟ الميزان الذي أزم به العادة من العبادة في العبادات والمعاملات هي الأثر المترتب على هذه العبادة فمن صلى فقامت هذه الصلاة بنهيه عن الفحشاء والمنكر فقد صلى عباده وليس عاده أما الذي يصلي ثم يخرج من صلاته ولا تنهاه عن الفحشاء والمنكر فعليه أن يراجع نفسه فإنه قد صلى عاده وليس عباده من صام رمضان والأثر والغاية من رمضان لعلكم تتقون فخرج من رمضان بدون تقوى فليراجع نفسه فإنه قد صام رمضان عاده وليس عباده وقس على ذلك العبادات الزكاة الحج فكأن الإنسان إذا أراد أن يرى أثر العبادات لا بد أن يكون مخلصاً في هذه العبادات لله عز وجل فالإخلاص مقام الأنبياء الإخلاص مقام الصالحين الإخلاص مقام الأطقياء بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور حسن القصبي وكيل كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف وهذا هو الجزء الأول من كلمة فضيلتي وبعد كلمة فضيلة الدكتور عبد الخالق صلاح نعود ونستكمل الجزء الثاني مع فضيلة الدكتور حسن القصبي إن شاء الله الآن الكلمة مع فضيلة الدكتور عبد الخالق صلاح إمام وخطيب جامع الفتح ومن علماء وزارة الأوقاف تفضل فن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا قيمة الإخلاص من القيم التي عليها مدار الأعمال بمعنى أن الأعمال هي صور قائمة ولكن أرواحها وجود سر الإخلاص فيها فالأعمال في ظاهرها أشباح ولكن قوي تحتها وفيها وفي سرها الأرواح لذلك نجد الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يتكلم عن الإخلاص في سور عديدة منها سورة غافر منها سورة غافر سورة البينة وغيرها من السور وآخر سورة الكهف قال الله سبحانه وتعالى في سورة البينة وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ قال المفسرون يُقِيمُوا الصَّلَاةَ من الغفلة عن الله فيها يُقِيمُوا الصَّلَاةَ أي يؤدوها كاملة ويؤدوها بدون غفلة يؤدونها بحضور وخشية من الله سبحانه وتعالى ويؤتو الزكاة ويؤتو الزكاة بمعنى أنهم يؤدون الزكاة بأن الله منّ عليهم بأن يؤدوا هذه الزكاة أصبح الإخلاص من الأشياء العزيزة التي يغفل عنها الناس بالإخلاص بدأ الإمام البخاري صحيحه بالإخلاص بدأ الإمام سيدنا عبدالوهاب الشعراني كتابه لواقح الأنوار القدسية من العهود المحمدية بالإخلاص بدأ الإمام بن عطاء الله السكندري حكمه بالإخلاص بدأ كل إنسان لماذا؟ لأن الإخلاص هو البداية فمن أشرقت بدايته أشرقت نهايته فالإخلاص قال عنه سيدنا بن عطاء الله الأعمال صور قائمة وأرواحها سر الإخلاص فيها في جميع العبادات والمعاملات والأخلاق تتحقق هذه الحكمة الصلاة نصليها جميعا كل واحد منا بجانب صاحبه يؤدي الصلاة هل ثوابها واحد؟ هل الثواب الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للناس جميعا وهم في صلاتهم هم على وتيرة واحدة؟ لا لماذا؟ بوجود سر الإخلاص في هذه الصلاة فالصلاة فقها ظاهرها القراءة والسجود والركوع والتسبيح والتشهد والأعمال الظاهرة التي يعملها الإنسان في الصلاة ولكن صلاة يكون فيها سجود سجود الجوارح ولكن سجود الجوارح الإنسان يقوم من سجوده وركوعه ولكن الصلاة في حقيقتها إذا سجد القلب في حضرة الرب سبحانه وتعالى فلا يقوم من سجوده أبدا هذه هي الصلاة لذلك قال الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي الجليل لكي يعلمنا هذا الإخلاص إنما أتقبل الصلاة لمن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم الأرملة والمسكينة وابن السبيل ورحم المصاب هذه هي الصلاة في حقيقتها الزكاة في حقيقتها أنك تعطي المال ولكن سرها أن تعطي هذا المال وأنت تعلم منة الله عز وجل عليك في إعطاء هذا المال وتعلم علم اليقين أن هذا المال ليس لك إنما ملكك لهذا المال ملكية مجازية كيف تكون هذه الملكية ملكية مجازية أن تذهب عن المال أو يذهب عنك لذلك أنت مستخلف في هذا المال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الآيات في سورة الحديد ثم بعد ذلك قال وما لكم لا تؤمنون إلى آخر الآيات ثم قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله لكي يعلمنا نحن ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى هكذا يكون الإخلاص في الصلاة الإخلاص في الزكاة الإخلاص في الصوم كيف يكون إخلاصك في الصوم هناك درجات للصوم درجة العوام ودرجة الخواص ودرجة خواص الخواص ما هي درجة العوام لكي نعلم درجة العوام أن يمسكوا عن الطعام والشراب والشهوة درجة الخواص أن يمسكوا أن يرد على قلوبهم أي شيء درجة خواص الخواص أن يصوموا لله سبحانه وتعالى عن كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى وهذه هي حقيقة الصيام الحج هكذا إذا كانت العبادات سر الإخلاص فيها سر الإخلاص فيها هو الإخلاص لأن العبادات كلها تؤدي إلى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هكذا يكون الإخلاص في العبادات الإخلاص في المعاملات المعاملات هي التي ينفذ فيها الإنسان إلى حقيقة الله سبحانه وتعالى حينما سئل أحد العارفين قال له تلامذته ألف لنا كتابا في التصوف أو في الإخلاص فألف لهم كتابا في البيوع هذه هي المعاملة لماذا؟ لأن البيوع هي التي يشترك الإنسان فيها مع الناس يصبر على أذاهم يبتسم في وجوههم هي المعاملة التي فيها سر الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى فإذا اشتريت وابتعت وكان في مخيلتك وفي نيتك أن تنفع الناس إذا كنت بائعا تنفع الناس ب أن يستفيدوا من هذا الطعام أو الشراب أو السلعة أو أي شيء من ذلك وإذا كنت مشتريا تفيد الإنسان بالمال وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في هذا المال خلاص بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عبدالخالق صلاح إمام وخطيب جامع الفتح ومن علماء وزارة الأوقاف نعود بالجزء الثاني إلى كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور حسن القصبي وكيل كليات الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا نعيش مع هذه القيمة الرائعة التي على أساسها بني قبول الأعمال ألا وهو الإخلاص لله عز وجل الخشية أن يكسر الإنسان من كسرة العبادات ومن كسرة الإحسان ثم لا تقبل أو تقف هذه العبادات دون قبول كامل عند الله عز وجل آيات في القرآن الكريم لابد أن نقف معها الله يقول لنا عن أعمال أناس وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منصورا ما الذي يجعل عمل الإنسان هباء منصورا أنه أولا لا يكون له نية في هذه الأعمال ثانيا أنه يزهر شيئا ويبطن شيئا آخر المسلم ظاهره كباطنه لا يختلف في الظاهر عن الباطن ولذلك في تعريفات الإخلاص عند بعض العلماء أن يكون المسلم حال في الظاهر كالباطن سواء بسواء إذا كان أمام الناس أخلص في أعماله وإذا خل إلى نفسه أخلص أيضا في أعماله أما الذي يفعل خلاف ذلك فإن أعماله الظاهرة قد يعتريها شبهة النفاق يزهر شيئا ويبطن شيئا آخر وورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أرجو أن نلتفت إلى هذا الحديث عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا يأتي بحسنات أمثال جبال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها المثل نعم سيدنا ثوبان عندما سمع هذا الحديث ما كان منه إلا أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لعلنا نكون منهم ولا نعرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم إخوانكم ومن جلدتكم ويأتون من الليل مثل ما تأتون ولكن أين المشكلة أنهم إذا خلوا بأنفسهم انتهكوا محارم الله عز وجل انتهكوا محارم الله سبحانه وتعالى إذا خلوا بأنفسهم نعم لأنه لم يكن هذا الإخلاص الذي أظهره في عباداته وفي معاملاته إخلاص بحق وإنما إخلاص حتى يرى الناس ويسني الناس على عمله لا نريد سناء الناس الناس يسنون عندما تقدم له الخير ولكن قدم الخير للناس حتى تحصل على ثناء الناس وحتى تحصل على ثواب الله عز وجل جاء في القرآن الكريم لمن أخلص في عمله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور ووضع الله لنا قانونا في قبول الأعمال فقال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك ما معنى الشرك هنا معنى أنك تفعل الفعل بنية لله عز وجل وتشرك مع الله سبحانه وتعالى في نيتك أحدا آخر فقال الله لنا أنا أغنى الشركاء عن الشرك لماذا يا رب من عمل عملا أشرك فيه غيره تركته وشركه فكأن الله عز وجل يقول لنا احرص على أن تخلص في هذا العمل احرص على أن يكون عملك لله سبحانه وتعالى مسكين من يذهب إلى عمله غدوا ورواحا كل يوم ولا يتحصل على حسنات ولا على سواب من هذا العمل ألا يعلم أحدنا أنه وهو جالس في عمله أيًا كان هذا العمل في كل حركة وسكن في هذا العمل يستطيع أن يتحصل على صدقة نستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم على على كل مسلم صدق فقال الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله من لم يستطع الذي ليس عنده مال يستطيع أن يتصدق منه فانه صلى الله عليه وسلم إلى المرحلة الثانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق فقال الصحابة يا رسول الله إن لم يستطع لا يستطيع أن يعمل لعلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نلتفت إلى ما نستشهد به فليعين زلحاجة الملهوف فإن له به صدقة أنا وأنا أجلس في عملي لو أنني بنية في الصباح أنني سأيسر الحال دون خرم لقاعدة من القواعد وأدب من الآداب ويكون العرف عندي التيسير دون إخلال أخست بكل ما أقدمه في هذا اليوم صادق عند الله عز وجل إذا جلست في مكان وكان الواجب فيه أن أتكلم كلمة أنفع بها الناس أو أن أعظ الناس وكان في استطاعة ذلك أخست بكل كلمة حسنة إذا رأيت البيت حق الرعاية بإخلاص أخست بكل رعاية حسنة وبالتالي الإخلاص هو مضار الذي ينبغي أن يكون عليه القانون الذي يسير عليه كل إنسان لو لو أننا تأمنا في أوائل سورة الملك ماذا يقول الله لنا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أحسن عملا الله عز وجل في هذه الآية يقول لنا الله خلقنا ليرى أعمالنا من الذي أحسن في عمله ومن الذي لم يحسن المعيار في الإحسان ما هو المعيار في إحسان العمل الإخلاص في هذا العمل هو المعيار الأول في قبول هذا العمل عند الله عز وجل ثم إن أخلصت لله عز وجل في أعمالك أنظر إلى ثمرات هذا الإخلاص أول ثمرة من ثمرات هذا الإخلاص أن يكتب الله الله عز وجل لك القبول عند الله سبحانه وتعالى ويترتب من كتابة القبول عند الله عز وجل أن يكتب لك القبول عند الناس إذا أقبلت على أحد فرح بك إذا تكلمت سمع لك الناس لأنهم أخذوا عنك سمة أنك ممن يخلصون في أقوالهم ممن يخلصون في أعمالهم كم تدفع حتى تتألف قلوب الناس كم تدفع حتى تصل إلى قلوب الناس تستطيع بهذه الصفة الجليلة القيمة ألا وهي الإخلاص أن تصل إلى قلوب الناس جميعا وإذا وصلت إلى قلوب الناس وصلت إلى عقولهم وإذا وصلت إلى قلوبهم وعقولهم كانوا شهداء لك عند الله عز وجل ولا يستهين أحدنا بهذه الشهادة فإن هذه الشهادة قد تكون هي المزحزحة عن النار والفائز كما تعلمنا من القرآن الكريم ليس الفائز من كان في أعلى الجنان ولكن الفائز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز إذن تستطيع بهذا الإخلاص أن يكتب لك القبول عند الله أن يكتب لك القبول عند الناس أن أعمالك الذي تقوم بها تطمئن أنها ستصير في ميزان الحسنات وما أحوجنا أن نستزيد من الحسنات حتى يسقل الله عز وجل الموازين يسقلها الله عز وجل بحسنات وأعمال لابد فيها من نية هذه النية لابد أن تحسنها بداية قبل الإقدام على أي عمل أو أي قول تتلفز به اتفقنا أن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان طيبا قانون الله جل وعلا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كيف أطيب الأعمال كيف أطيب الأقوال لا أطيب الأعمال ولا الأقوال إلا من خلال الإخلاص لله عز وجل الإخلاص يأخذ به إلى أن الله عز وجل مطلع على أعمالي يراقبني في كل حركة وسكنة هذا الإنسان يتكون من جسد وروح الجسد له مطالبه والروح لها مطالبها الروح من مطالبها أن الإنسان يحتاج أن يستشعر أن الله سبحانه وتعالى راقيب عليه أن الله سبحانه وتعالى مطلع على أعماله أن الله سبحانه وتعالى يراه في كل حركة وسكنة هذا سيحرك الإنسان إلى إتقان عمله وإلى الإخلاص إلى هذا العمل رأينا في سيرة السابقين وفي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم فتح الله عز وجل لهم القلوب والعقول والبلاد بهذا الإخلاص فمن تشر الإسلام ببلاد كثيرة إلا بتجار أخلصوا في تجارتهم وعلماء أخلصوا في أقوالهم ورجال أخلصوا في أعمالهم فنشر الله عز وجل الإسلام نريد من المسلم في هذا الزمان أن يُزهر الإسلام عمليًا أن يُزهر الإسلام في أعماله أن يُزهر الإسلام في حركاته أن يُزهر الإسلام في تصرفاته أن يُزهر الإسلام في رُدود أفعاله أن يُزهر الإسلام في حُسن رعايته أن يُزهر الإسلام في تيسيره أن يُزهر الإسلام في استجلاب الرحمات من الله سبحانه وتعالى لا يستهين أحدنا بأنك إن أخلصت لله عز وجل وقمت بركعتين في الليل ودعوت للمسلمين جميعًا أن يتقبل الله عز وجل هذا الدعاء فيرفع كربًا ويُزهب همًّا ويقضي ديناً لا تستهين بذلك على الإطلاق لا تستهين أن ترفع يديك وأنت مُخلص لله عز وجل بدعاءٍ من قلبك بدون تشدُّقٍ وبدون أن تُكلِّف نفسك كلماتٍ لا تستطيع أن تصد إليها اذكر الله عز وجل بما تُحسن وإن قلَّ هذا الزكر تعلمنا هذا من شريعتنا الغراء فكأن المراد لا بدَّ للمسلم من إخلاصٍ لله عز وجل في كل حركةٍ وسكنةٍ يقوم بها إذا كان مضار الأعمال على الإخلاص إذا كان مضار القبول على الإخلاص العقلاء دائماً ما يقيسون الأمور هل أستطيع أن أفعل ذلك أم لا ما الذي يجعلك تستصعب أن تُخلص لله عز وجل في أعمالك ما الذي يجعلك تستصعب أن تُخلص لله عز وجل في أقوالك إذا فعلت الواجبات وانتهيت عن المنهيات وقمت بحق الله عز وجل المسألة في غاية اليسر ولا بدَّ أن نعلم أن كل حقٍ يقابله واجب والأصل في المسلم أن يقوم بما أوجبه الله عز وجل عليه بدايةً حتى يُطالب بعد ذلك بحقه فلا يُسارع إلى المطالبة بحقوقٍ دون أن يُؤدِّي واجبات وطنُك له حقوقٌ عليك أهلك لهم حقوقٌ عليك عملك له حقٌ عليك رعيتُك التي استرعاها الله عز وجل إياك لها حقٌ عليك فقدِّم هذه الحقوق لله عز وجل حتى تستجلبَ نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم الله بها عليك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم الإخلاصة في النية والقول والعمل آمين آمين وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور حسن القصبي وكيل كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف فضيلته أشار إلى قيمةٍ كبيرةٍ من قيم الإسلام هي قيمة المواطنة كما يطلق عليها الآن في العصر الحديث والتي تمثل الحقوق والواجبات أن يؤدي الإنسان ما عليه من واجب ليحصل على ما له من حق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أرسى لهذه القيمة في وثيقة المدينة من يقرأ وثيقة المدينة يقرأ أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم تحدث عن كثيرٍ من مبادئ العلوم السياسية الموجودة الآن والتي يفهمها الباحثون في العلوم السياسية أن مثل هذه الوثيقة أرست لتعايشٍ سلميٍ أخلاقي مبنيٍ على الحقوق والواجبات نكرر الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور حسن القصبي وكيل كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف الآن مع كلمة فضيلة الشيخ عبدالخالق صلاح إمام جامع الفتح ومن علماء وزارة الأوقاف قلت أن الإخلاص يكون في الأعمال وفي العبادات وفي المعاملات والإخلاص يظهر جلياً هذا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أوصى سيدنا معاذ بن جبل قال له سيدنا معاذ أوصني قال له أخلص النية أو أخلص العمل أخلص النية يكفك العمل القليل أخلص النية يكفك العمل القليل وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً من فارق الدنيا على الإخلاص فارقها والله تعالى عنه راض من فارق الدنيا على الإخلاص وأقام الصلاة وآت الزكاة فارقها والله سبحانه وتعالى عنه راض وقلنا أن الإخلاص هو الذي يجعل الإنسان يسير وهو كالروح في الجسد لذلك كانت الأعمال كلها مدارها على الإخلاص ويسطر لنا الإمام بن عطاء الله السكندري في هذا المضمار وفي العمل خاصة قال لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده معنى ذلك أن الإنسان يمكن أن يأخذ الأجر على عمل هو يعمله هكذا لكن المضمار فيه أنه أخلص في هذا العمل لذلك تجد في العلم مثلا متن أو كتاب أصبح عمدة في هذا العلم لماذا؟ لأن صاحبه أخلص في وضع هذا الكتاب في كثير من الكتب الكتب العمدة في الأزهر الشريف في كتب عمد الفقه مثلا في الشافعية الإقناع أو حاشية الباجوري على ابن القاسم على متن أبي شجاع هذا والفقه الحنفي الاختيار الفقه المالكي الشرح الصغير لسيد الدردين لماذا كل هذه الأشياء أو لماذا كل هذه الكتب جعلت عمد؟ لأن أصحابهم أخلصوا فيها فلا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده لذلك تجد كل واحد يتفاوت عند سماع عالم من العلماء مثلا عندما تسمع عالما مثلا فتهتم به وعالم آخر يمكن أن تسمع كلامه ويمكن أن تعمل بكلامه لذلك قال سيدنا بن عطاء كل كلام يبرز كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز ربما تكون الأعمال هذه الأشياء وقد قالوا كلام الأولياء يطوى ولا ينسى لماذا؟ لأنك تستحضره دائما لماذا؟ لأنه خرج من قلب مخلص وهكذا دائما وأبدا كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز لذلك الأعمال ليست بالكم على فكرة يعني الأعمال في حقيقتها ليست بالكم إنك تصلي مثلا مئة ركعة هو مطلوب كل هذه الأشياء مطلوبة ولكن قال بعض العلماء في هذا أن ليست الأعمال بالكم ولكن بالكيف وجود سر الإخلاص فيها فقال لأن أبيت لأن أبيت نائما وأصبح نادما خير لي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا هكذا دائما وأبدا علمنا أولياء الله وعلمنا أهل الله دائما أن الإخلاص هو سر العمل الذي عليه مدار الإنسان والإنسان دائما إذا عمل عملا وأشرك فيه أشرك فيه ماذا أشرك فيه جاهه ومنصبه لذلك أول مقال سيدنا بن عطاء الله السكندري في حكمه قال من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل معنى ذلك أن من اعتمد على المال قل من اعتمد على العمل اختل من اعتمد على عقله اختل من اعتمد على سلطانه قل ومن اعتمد على الله في إخلاصه لله سبحانه وتعالى فلا قل ولا مل ولا اختل ولا قل هكذا دائما وأبدا علمنا أولياء الله سبحانه وتعالى لذلك المراد من العمل دائما هو الكم الحتة اللي هي عليها القلب ودائما وأبدا حينما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى في أول سورة طاها يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى فإذا علم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ومطلع مش مطلع عليه هو لا مطلع على خلجات قلبه التي يتفاعل معها إذا علم ذلك خشع لله سبحانه وتعالى فالإنسان دائما مع الله سبحانه وتعالى في الإخلاص لا بد أن يكون الإخلاص هو سر العمل في هذا الإنسان وإذا أراد الإنسان أن يفعل شيئا فليخلص النية لله سبحانه وتعالى دائما وأبدا حينما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا يشرك ليس معناه الإشراك بالله سبحانه وتعالى اللي هو الكفر ولكن يشرك مع العمل مع العمل غير الله سبحانه وتعالى لذلك تفاوت الناس جميعا في أعمالهم وأقوالهم ومشيهم فتجدوا أن الإخلاص هو سر عمل المرء في هذه الحياة والصيام من هذه الأشياء أخذ الحظ الأوفر منه دائما وأبدا حينما نتكلم عن الصيام نجد قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون أي أن هذا الصيام يؤدي إلى التقوى وإذا أردت أن تعرف يعني هذا المعنى فتجد أن الربع اللي موجود فيه آية الصيام تجد فيه كثيرا يتحدث عن المتقين وعن التقوى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآيات ثم قال بعد ذلك بعد أن عدد صفات المؤمنين بأنهم يقيموا الصلاة وعدد صفات المؤمنين بأنهم يقيمون العبادات ويتعاملون مع الناس وفي سر بينهم وبين الله سبحانه وتعالى قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أي الذين اتصفوا بهذه الأشياء وأحب أن أقول هذه الآية لأن هذه الآية عمدة في الإخلاص ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من الله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القرب واليتام والمساكين وبين السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك هم المتقون أولئك الذين أخلصوا في أعمالهم كل هذه الأعمال التي تتعلق بعلاقتك بينك وبين الله وبينك وبين الناس وبينك وبين نفسك فهناك خير لازم وخير متعدي هذه الآية قد اجتملت على هذه الأشياء أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ثم نأتي شيئا فشيئا فنجد قول الله سبحانه وتعالى لعلكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون دي كل هذه الأشياء جاءت من أجل الصيام لعلكم تتقون وفي ختام الربع يقول الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ثم بعد ذلك قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أي كل هذه التقوى التي ذكرت من أجل الصيام لأن كل هذه الأشياء تؤدي إلى الإخلاص وإلى سر أعمال المرء في الأعمال وهو الإخلاص ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص إنه ولي ذلك والقادر عليه شكرا لكم شكرا جزيلا برك الله فيكم فضيلة الشيخ عبدالخالق صلاح إمام وخطيب جامع الفتح ومن علماء وزارة الأوقاف الوقت المتبقي في هذه الحلقة نسأل بعضا من الأسئلة لفضيلة الأستاذ الدكتور حسن القصبي وكيل كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف أستاذنا دكتور حسن في كلمتكم ربطتم الابتلاء بالعمل هنا في أمرين الأمر الأول أن المؤمن مبتلى حسب الناس أن يفتنوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فالابتلاء أمر حياتي قائم طيب الرضا أولا بهذا الابتلاء كيف يكون أن الإنسان مبتلى يكون راضيا طبعا نعلم أن الرضا القلبي هو الأهم من الرضا القولي أو هو الرضا الحقيقي وبعدين حضرتك كيف يستطيع أن يؤدي عملا يرضى عنه أمام نفسه وأمام الله وهو يعيش هذا الابتلاء نعم إذا صنفنا الابتلاء على أنه رفع منازل من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد فإنه يتقبل المحنة كالمنحة سواء بسواء كثير من الناس عند الابتلاء يظن أن هذا الابتلاء حتى يجري هذا على لسان العامة أنه من باب تكفير الزنوب إلى آخره لماذا نجعله من باب تكفير الزنوب ولا نجعل الابتلاء من باب رفع المنازل ما الدليل على ذلك أخذ جاود حديثا أرضاً التفت إلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله كتب الله عز وجل العبد كتبك في منزلة عالية لكن الأعمال التي تقوم بها من عبادات من معاملات لا تصل إلى هذه المنزلة التفت إلى نعم الله عز وجل على هذا الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في ماله أو ولده أو جسده قد يبتل الإنسان ولا يصبر فلا يصل إلى هذه المنزلة ولكن من فضل الله عز وجل أنه يبتليه ويرزقه الصبر ابتلاه الله في ماله أو ولد أو جسده ثم صبر حتى لا يكون في هذا الكون أمر إلا بقدر الله وقدره أأخذ المحنة كالمنحة أأخذ لابتلاء على من الذي ابتلاني هو الله عز وجل من الذي قدر هذا هو الله سبحانه وتعالى وما أجمل ما قاله مولانا الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله من ابتلاه الله عز وجل بأن أخذ منه شيئا أنظر إلى ما أبقى الله معك ولا تنظر إلى ما أخذ منك تشعر أنك في نعمة عظيمة الله عز وجل أعطاك على سبيل المثال ضرب مساد عشرين نعمة أخذ واحدة لا يعيش الإنسان في هذه النعمة التي أخذت منه ولكن عيش مع أن الله عز وجل أبقى لك تسعة عشر نعمة هذه النعمة التي أبقاها الله لك لو أنك استشعرتها هل تحزن لفقدان هذه النعمة؟ الإجابة القطعية لا إذا أدرك المسلم أنه لا يكون في ملكوت الله إلا ما قدره الله عز وجل إذا أدرك المسلم أن الابتلاء رفع منزلة من الله سبحانه وتعالى إذا أدرك المسلم ما أبقى الله من نعم هان عليه كل ابتلاء وليتذكر مكل منا كل ابتلاءات الدنيا أمرها ميسور علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي نسأل الله أن تكون الابتلاءات غضب وإنما تكون رفع منازل تذكر دائما إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي فضلت الدكتور لكن الإنسان بطبيعته نفسه ضعيفة نعم يعني مسألة الرضا والقبول صعبة لكن الوصول إليها ينبغي أن يكون مثلا بالصلاة والصبر والصيام أم يكون بماذا نعم هو آخر سؤال آخر سؤال معنا خلي بالحضرتك لما ننظر في حديث سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام هذه المنازل الثلاث يتركت بعضها على بعض سيدنا جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم بداية عن إيه؟ عن الإسلام وعرف النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة أركان الإسلام نعم لا يصل الإنسان إلى الرضا بهذا الابتلاء إلا إذا فعل بداية أركان الإسلام الصلاة هي التي تحس على الصبر على البلاء الصيام وحسن الصيام الزكاء ثم يأتي إلى المرتبة الثانية من مراتب الدين بعد الإسلام في السؤال عن الإيمان لا يكون الإنسان يصل إلى هذا الإيمان بالأمور الغيبية التي لم يراها ولم يستوعبها في بعض الأمور عقله إلا إذا كان مسلمًا ولذلك جاء بعد الإسلام تعريف الإيمان ثم المرتبة العليا بعد تطبيق أركان الإسلام وبعد رسوخ الإيمان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا التسلسل الرائع في الترتيب أخذ بنا إلى أنك إذا أردت أن تستشعر الرضا عند الابتلاء لابد أن تكون ممن يصلون ممن يصومون ممن يزكون ممن يتقدمون إلى أعمال صالحة هذه الأعمال هي التي ترسخ الصبر والرضا بقدر الله وقضائه بارك الله فيكم وشكر الله لكم فضيلة الأستاذ الدكتور حسن القصبي وكيل كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف والشكر موصول لفضيلة الشيخ عبدالخالق صلاح إمام وخطيب جامع الفتح ومن علماء وزارة الأوقاف وصلنا معا إلى ختام هذه الحلقة من حلقات ملتقى الفكر الإسلامي إلى لقاء آخر يتجدد بعون الله تعالى دمتم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته